بسم الله الرحمن الرحيم. أحداثكم أستاذ يسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو السبعة وثلاثين من سلسلة شرح بقدامج الماكروسوفت وورد. وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الترجمة من إعداد أستاذ يسر محمد نجيب. من الخصائص اللي تم إضافتها في الورد خاصية الترجمة. علشان ترجم نص بدخل على بعد كده بدخله على الترجمة. لو انت عايز تترجم تقدر بقى انك تختار ما بين ترجمة الملف جاملا او ترجمة جزء محدد. فطبعا لو انت هتختار ترجمة جزء محدد تقدر بقى انك تظل الاول جزء قبل ما تعمله ترجمة. قبل كده انت كنت بتفتح المتصفح وتدخل على اي مواقع من مواقع الترجمة او اي من الترجمة. بعد كده بتحط النص فيها وكنت عايز تعرف ايه معنى النص ده. دلوقتي بشكل تلقائي تم توفير الخاصية ديت داخل الورد ولكن الخاصية ديت بتعمل اونلاين فبتحتاج اتصال دائم بالانترنت. طبعا تقدر بقى انك تختار اللغة وتقدر بقى انك تختار انت عايز تحولها الى لغة ايه? او عايز تترجمها الى لغة ايه? تقدر بقى انك تبدل ما بين اللغتين. ان النص اللي يكون مكتوب بيكون باللغة العربية وبتطلب منه الترجمة للغة الاجنبية. وهنا بيكتب لك بعض المخترحات اللي انت موجودة عندك واللي انت تقدر تاخد بها. لو انت كنت عايز تعمل الترجمة بتاعت الدكيومنت. بيبدأ بانه يطلب منك هو اللغة بتاعت الدكيومنت ايه? انا مثلا هاخد له لغة دكيومنت هقول له انجليش. وهحولها الى اللغة العربية. بعد كده هقول له ترانسليت. هيبدأ فيه ترجمة الملف كاملا. وهيوضح لي ايه هي الترجمة بتاعة الملف. زي ما احنا شفنا هنا حضراتكم. تم ترجمة الملف. ولكن دايما بنحذر من الاعتماد على الترجمة الالكترونية. لان الترجمة الالكترونية ما بتوفرش ترجمة دقيقة جدا خاصة لبعض العبارات. ممكن تنفع ترجمة حرفية مع بعض الكلمات. ولكن الترجمة مع الاعتماد على العبارات هنا مش هتكون دقيقة بالشكل اللي انت تتمنى. وبالتالي يعني انصح بانه يكون اعتمادك على الترجمة مجرد اعتماد في كلمات بس. انت عايز تعرف معناها او تسهل على نفسك التعرف عليها. ولكن ما نصحكش بانك تستفيد من الترجمة في اكتر من كده. علشان ما تعررش نفسك لاي مشكلة. آآ بكده نكون خلاص لكل ما يتعلاق بالترجمة. بنشكر حضراتكم ونتمنى الجميع كل التوفيق ونتمنى اتشارفونا باشتراكم في القناة.